يا جماعة ما بنتكلم عن الأزمات احنا مش عايزين يكون فيه أزمات احنا عايزين نرجع نقول نيجي كده وإحنا بنعمل البرنامج نقول أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج كذا ونبدأ نعدد الإيجابيات ونعدد المزايا اللي بتحتت في مصر نتمنى ان احنا نيجي في يوم ونقول عدد الوفيات في مصر بسبب الكورونا سفر وفيات وعدد الإصابات أيضا لتجاوز أصابع الياد الواحدة نتمنى ان احنا نيجي نقول ان ما فيش دكتورة اسمها إسراء ماتت هي وجنينها علشان الروتين المهبب عايزين نرجع نقول ان تحلت الحمد لله أزمة سد النهضة ومصر تربعت على عرش القيادة والمفاوضات عايزين نقول انه لا يوجد سجين رأي في مصر ولا يوجد معتقل واحد في مصر ولا يوجد شاب اسمه علاء عبد الفتاح يهدد بالانتحار بعد تدويره على عدد من القضايا في مصر ولا توجد أستاذة جامعية اسمها ليلى سويف تمر على السجون لكي يترى ولدها ولا توجد في السجون عول القرضاوي ولا عائشة خيرة الشاطر ولا كل هؤلاء سجون مصر أصبحت صفر لنتمنى ان نحتفل بمجمع او بناء جديد لمجمع سجون وانما نتمنى ان نحتفل بمجمع جديد وصرح من الصروح في القطاع الطبي والصحي في مصر نتمنى ان نرى ذلك في مصرنا ووقتها سنصفق لمصر وللمسؤولين ولحاكم مصر ايا مكان اراكم غدا باذن الله والشرق اليوم في امان الله